برج الجوزاء بالفترة الحالية ده اشوف اكو تواصل سريع راح يصير وياك بالايام الجاية الطاقة العامة هي طاقة سفر اكو موضوع سفر شاغلك صار لك فترة هذا الموضوع ببالك فده اشوف اكو تواصل سريع راح يصير وياك او تنقل من المكان لمكان يخص موضوع سفر بالذات ده اشوف اكو عندك سفر بالايام القادمة هذا السفر راح يكون مفاجئ اليك تواصل راح يصير وياك وراح يكون موضوع سفر اليك بالفترة اللي جاية الناس اللي منتظرها سفر ده اشوف موضوع سفر موجود بهاي الفترة البعض الثاني من برج الجوزاء ده اشوف اكو اتصار راح يجيكم من شخص هذا شخص راح يغذكم بالكلام اللي راح يقوله ممكن راح يوجه لكم بعض الاتهامات الغير صحيحة ده اشوف عدكم طاقة دفاع عن النفس بالفترة الحالية سواء كان على الصعيد العاطفي او في او في العمل يعني ممكن يكون وممكن يكون ايضا في المنزل اكو طاقة دفاع عن النفس اكو اتهامات قاعدة تتواجه عليك ده اشوف عليك ضغوطات بالفترة الحالية وده اشوف اكو عليك هجوم من اكثر من جبهة اكو اكثر من شخص قاعد يهاجمك بالفترة الحالية ده تحس بتعب ونفس الوقت ده تحس انو الناس بالفترة الحالية ماكوا احد يفهمك الكل قاعد يهاجمك بدون ما يتفهم الاسباب اللي انت ماخد بها هاي الطاقة فعندك طاقة الدفاع عن النفس بالفترة الحالية ونفس الوقت دا اشوف عندك طاقة اعناد ممكن يتكون مخلي حاجز بينك وبين الناس بالفترة الحالية منعزل او ممكن انه تكون طاقتك الهجومية هي اللي قاعد توصل للناس هاي الفكرة انه انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تنعزل انت ساجل نفسك ما تريد احد يتقرب لك مخلي حاجز بينك وبين شخص او بينك وبين ناس معينين بالفترة الحالية هاي الطاقة العامة حتشين عنها وبصورة سريعة هي طاقتك العامة طاقة الدفاع عن النفس فاكو اتهامات اكو كلام غلط راح ينقال عليك بهاي الفترة راح تضطر انه تدافع عن نفسك اتجاه هاي الاتهامات اللي راح يتهمك بها هدولي الناس الصعيق العملي ده اشوف انه انت صار لك فترة قاعد تفكر بموضوع او شغل جديد او موهبة مشروع ده يفكر يعني داخل ببالك بس انت هذا الموضوع عم اجلة صار لك فترة متريد تاخذ خطوة به عندك تردد من عندك مخاوف اتجاهها خايف انه هذا المشروع تسويه وتخسر بيه بعدين ما تربح منه او ممكن تكون لحد الان بعدك ما موفر خطة معينة ما مخلي استراتيجية معينة لهذا الموضوع حتى يمشي هذا الموضوع وياك بالفترة الجاية او يمشي صح ده اشوف هذا الموضوع صار لها معلق فترة طويلة بالفترة الجاية ده اشوف عندك طلعت لك طاقة طاقة النجاح فهاي الفترة مناسبة للمشاريع اذا كان عندك مشروع جديد تريد تقدمه اذا انت تريد تترك عملك وتنتقل للعمل جديد الفترة اذا اشوفها كلش مناسبة لك لحظ وياك عندك طاقة النجاح فاذا كان عندك مشروع وهذا المشروع انت ما تردد صار لك فترة انه انت تبلش بهذا المشروع او تمشي بيه تتخذ خطوة لا تأجل الموضوع حاول انه تسرع بيه بهاي الفترة الطاقة وياك هاي الايجابية بخصوص الموضوع العملي فاذا عندك هيش طاقة طاقة مشروع تريد تمشي بيه متردد لا تتردد اخذ الخطوة والمشروع ان شاء الله راح ينجح لان ده اشوف عندك نجاح على الصعيد العملي وبخصوص موضوع معين اذا شون تموظف ممكن راح تحصل ترقية منتظرها انت صار لك فترة فدا اشوف راح تشتغل على هاي الترقية والترقية راح تتم بالاخير امورك العملية ده اشوف ها اوضاعك مستقرة ما عندك مشاكل بيها وعندك نجاح بخصوص المشاريع ده شن تناوي تسوي مشروع معين على الصعيد الصحي ده اشوف عندكم اكو فترة مريتوا بيها بازمة صحية بس بالفترة الجاية ده اشوف اكو شفاء اكو استشفاء على الوضع الصحي ماكو احلى منهيت شي من ده اشوف الاوضاع الصحية اللي موجودة عندكم من بعد فترة تعب وفترة مريتوا بيها بازمة صحية ده اشوف اكو تعافي طلعت لكم ورقة الاستشفاء اساسا فاكو اكو تعافي سواء كان لكم او شخص انتو شايلين هم مصار لكم فترة ممكن يكون شخصة من العائلة مار بازمة صحية وانتو باركم تشان يما فدا اشوف الا تعافي هذا الشخص بالفترة الجاية اكو تعافي من بعد انتو واي شدتو شايلين هم مودة تفكرون بيه سواء كان الشخص او حتى اذا تشنتو انتو لان القراءة عماني ما اقدر احددها باز ده اشوف اكو طاقة تفكيره واي اكو موضوع صحي كان شاغلكم باز عدكم طلعت لكم دستار ورقة الاستشفاء على الصعيد الصحي يعني اكو شفاء لكم اكو علاج بالفترة الجاية اكو امنية حلوة راح تحققوها صار لكم فترة من تضريها ممكن البعض من عدكم يكون قاعد يفكر يعني يشتغل على مشروع يخص تواصل اجتماعي او بشي شي يعني فدا اشوف اكو الك شهرة اكو ناس راح اتعرفك ممكن هذا المشروع اللي معارضينا انت تريد تدخل بمشروع جديد مشروع موهبة مشروع فني يخص السوشال ميديا يخص يعني التواصل بصورة عامة واكو ناس كانت معارضتك هواية واكو عقبات بطريقة كتحسها فبقيت معلق هذا الموضوع بالفترة جاي دا اشوف هذا الموضوع راح تتخذ خطوة بي وراح اتحققها وراح هذا الموضوع يجيك من وراه شهرة ويجيك من وراه فائدة مثل ما اقول لك يعني فدا اشوف برج الجوزاء بالفترة الحالية تم مرحلة اتخاذ القرارات نجي نحجي شوي على الوضع العاطفي الوضع العاطفي بالنسبة للعزاب اكو شخص جديد راح يجي يعرض عليكم علاقة وحبه هذا شخص العلاقة بينكم وبينه متكافئة طلعت لكم ورقة توأم الشعلة هذا الشخص انتم متقاربين بالتفكير وبالسن وحتى بالحالة الاجتماعية ما بينكم اختلافات رغم التردد اللي يعدكم شوي بموضوعه ممكن تكون هذا الشخص انت صار لك فترة تفكر بي بس المشاعر مواضحة وانت مرايحات شويا فهذا شخص راح يجي يحطوا اياكم دا اشوفه بالفترة الجاية وراح يقدم لكم عرضة الشخص هذا دا اشوف طاقته حلوة اه طاقته مليئة بالحوب وايضا هو شخص موثوق يعني دا اشوف عندنا وايا ايضا جدية تجاهكم فيه العزاب من برج الجوزاء لا تترددون بهذا الشخص دا اشوفكم تفكرون بيه هواية هواية يجي على بالكم وخاصة باللي لهواية تم مجغولين شغلين تفكيركم بي ممكن يكون الشخص اللي انتم معجبين بيه هو ايضا يكون يعني انتم مراقبين على التواصل الاجتماعي بس ما قادرين تاخدون الخطوة انه تحجونوا اياه او تتقربون من هذا شوف هذا شخص راح يصير تقارب بينكم وبيننا خلال الاسبوعين الجاية بصورة مفاجئة انتم نفسكم مش انتم متوقعيها ممكن يكون هذا شخص اللي تتعاملون اياه برج مائي ممكن يكون برج الدلو طالع يمي وبرج الحوت واضح ايضا موجود وبرج الميزان برج الثور برج الحمل هو يبرج طالع يمي يشوفوا اي برج انتم تتعاملون اياه ينطبق عليكم هو هذا الشخص راح يكون بس ده اشوف اكو خبر من هذا الشخص بالفترة الحالية من بعد اه فترة انتم مراقبين واحد مراقب اللاخ بس ماكو بيناتكم اه كلام مباشر ده اشوف راح تتخذ قرار انه انت تحت شوية بالفترة الجاية اما بالنسبة لناس المنفصلين من برج الجوزاء ده اشوف عدكم اه شخص من الماضي متلاعب هذا الشخص طاقته محلوة عنده طاقة كذب طاقة تلاعب انسحب فجأة من العلاقة اللي كانت موجودة بينكم وطلع وهس ده اشوف الى بواد الرجعة قاعد يحاول انه يرجع يظهر بحياتكم من جديد بس هو هذا الشخص كاذب انا ده اشوف انه انتوا راح تتخذون القرار انه تقطعون علاقتكم بيوم ما تنطب فرصة ثانية بس راح تاخدون فترة اشون قلت يعني تاخدون حقكم من عنده تعوفونا حاير فترة ما بين الرجعة والمراجعة قبلته ما قبلته بس بكل الاحوال ده اشوف القرار السليم راح تتخذونا وراح تقطعون هذا الشخص نهائيا من حياتكم وما راح تنطو مجال انه يرجع مرة ثانية يسبب لكم الالم اللي يسببه بالسابق فراح تطلعون من هاي العلاقة وراح تنهونه تماما لانه هنا ده اشوف هذا الشخص رغم وجود البعض منكم عندما شاعر اتجاه هذا الشخص رغم كل الالم اللي يسببه اليه بس هو ما قادر يرجع ده اشوف الحظ وياكم بهاي الفترة وعدكم بشارة قريبة وعدكم اكو سفر برج الجوزاء قراءتكم كلش حلوة وايجابية طلعتلي ده اشوف اكو طاقة فرح طاقة بشارة خبر راح يصير يعني مفاجئ المزوجين من برج الجوزاء ده اشوف اوضاعكم العائلية اكو بشارة حلوة لبعض من عدكم ممكن يكون خبر حمل او خبر ولاد احتفال عائلي ده اشوف بالبيت بسيط يعني يخص برج الجوزاء بالفترة الجاية عائلية ده اشوف اكو لما عائلية حلوة اكو احتفال راح يصير وبصورة مفاجئة ممكن البعض منكم يحتفلوا بموضوع حمل صار لفترة منتظرة وممكن بموضوع ولاده سواء كانت اليك او الشخص من العائلة المهم ده اشوف اكو لما عائلية راح تصير خلال هاي الاسبوعين البرج الجوزاء وموضوع السفر ده اشوفه بعد تعطيلات وشاغل بالك صار لفترة الامر هادا راح يتسهل واكو اليك فرحة بالنسبة للمرتبطين من برج الجوزاء ده اشوف صاير ببيناتكم زعل احتمال صار لسبوعين وانتو الاثنين يعني مناهي للعلاقة وانما صاير زعل والتباعد فانتو الاثنين اشواء يعدكم طاقة العناد للاثنين انتم مراقبين واحد مراقب الثاني بس مقاعد تاخدون خطوة شريككم ده اشوفها مليء بالحب والمشاعر اتجاهكم ومراقبكم ومنتظركم ومتمسك بكم بس انتو عندكم طاقة عناد وطاقة مخاوف بالفترة الجاية ده اشوف راح تتاخدون الخطوة من بعد ماش انتم اجلين للموضوع صار لكم اسبوعين احتمال او شهرين اتفكرون انه ترجعون لهذا الشخص او بينكم زعل صاير او مشاكل فده اشوف اكو اكو استقرار بالفترة الجاية بعلاقتكم العلاقة راح تستعيد الاستقرار البعض منكم ممكن يكون عنده خبر خطوبة منتظر خبر خطوبة الخطوبة موجودة والبعض اذا كان خاطب يعني فده اشوف انه الزواج اه موضوع الزواج ما راح يطول هوايا راح الموضوع يتسهل ويتيسر بسرعة يصير زواج وبعد الزواج اكو سفر لبعض من برج الجوزاء امو لكل هذا السيناريو ينطبق ده اشوفوا هنا بس بالنسبة لناس المزعلين ده اشوفوا الحب بيناتكم راح يتجدد الرجعة موجودة بس انت اخذ خطوة اتجاه الحبيب لان هو عنده تردد عفوا من عنده تردد من ردك اذا هو اجي حتشوي اياك فاخذ خطوة انت بادر المبادرة حلوة بينك وبينه وهذا الشخص راح يرجع خاصة ده كان من برج الحود ده اشوفه هوايا مراقبك وامتابعك او حتى برج الاسد هنا طالع يمي والحمل ده اشوف هذا الشخص هوايا مراقبك بالفترة الحالية ومنتظر خبر من عندك منتظر انه انت تتخذ خطوة اتجاهه حتى يجي يحكي اياك بكل الاحواران ده اشوفه جاي بس انت اترك المخاوف والقلق اذا كان هذا شخص جديد انت مبادئ اياه علاقة خايف تتخذ خطوة اتجاهه فانصحك انه تتخذ هاي الخطوة وتبدي العلاقة وياه هذا الشخص لانه هذا الشخص بداية جديدة اليك ده اشوف من بينها تكون مشاعر وهذا الشخص مثل حب يعني حبه صادق ومشاعره صادقة ويفيض بالمشاعر لك عده هواي مشاعر اتجاهك شرك شركك يا برج الجوزاء ده اشوفها مليئة بالحب ورايد وياك بداية جديدة رايد صفحة جديدة رايد الامور ترجع لمجراها من بعد فترة انت وقلت لك اخبتوها ممكن شان بينكم زعل اكو او تردد برج الجوزاء ده اشوف اخباركم كلش حلوة وان شاء الله كل الامور زينا اللي قلتها تتحققوا اياكم واكو خبر حلو ده اشوفها جايكم بالفترة الجاية بالنسبة هاي الخبر بصورة عامة راح يكون وعدكم تحقيق امنية اكو امنية غالية على قلبكم راح تتحقق بالفترة الجاية فجأة وهذا الشي راح يفرحكم هاي الامنية ممكن تكون معلقة صار لها فترة انتو تردوها شيء يصير ومصار بس ده اشوفها راح يصير بالفترة الجاية انت مفعن بالحب حتى طاقتك العامة طلعت لي طاقة هي طاقتك اصلا للعشاق فاكو حب جديد واكو حب البعض من عندكم قاعدة يبلش يبدي اكو علاقة دخلته بها ممكن تكون علاقة صداقة او اي كان علاقة جديدة فالمشاعر ده اشوفها راح تبدي انه تقوى اتجاه هذا شخص لانه هذا شخص انسان حنون ودافئ وصادق بمشاعره وعدكم منجذاب انتوية منجذبين الى هذا الشخص كلش فانصاحكم انه تتاخدون الخطوة ولا تترددون اخباركم وبهاي الاسبوعين اكو اكو تفاؤل بيها عدكم فرحة عدكم سعادة المزوجين اكو ده اشوف لما عائلية لكم ان شاء الله يا ربي صدق يعني مكن قلب اتمنى التوقعات تتحقق عليكم لانه قراءتكم كلش حلوة ده اشوفك انت هوايا مشتاق للحبيب فاخذ الخطوة وبادر اللي تبقى منعزل عنه اخذ الخطوة وبادر وبيناتكم صفحة جديدة كلش حلوة ان شاء الله هاي بنسبل للناس احد المرتبطين وبينهم زعل وما بينهم موضوع خيانة او تلاعب اللي بينهم موضوع خيانة او تلاعب ده اشوف هذا شخص راح يرجع بس انت ما اخذ قرار انه تقطع من حياتك وما تنطيع لا يعني فرصة ثانية لانه هو اساسا مراجع هو طاقة طاقة تلاعب فهو راح يرجع مرة ثانية ينسحب من حياتك والبعض منكم ده اشوف اكو موضوع زواج معلق صار لفترة انتو تفكرون بي بس بالفترة الجاية راح هذا الامر يتحرك شوية راح يتسهل ممكن يكون اكو ترسيم للعلاقة بينك وبين الحبيب او مون قول ترسيم وانما علاقة يعني سلون العلاقة راح تكون تاخد منحة جدي اكثر من من ما كانت قبل هي فكل التوفيق لكم برج الجوزة توقعاتكم كلش حلوة وان شاء الله تعجبكم التوقعات وان شاء الله تنطبق عليكم كلكم واذا اعجبتكم القراءة تركوا لي تعليق بخانة التعليقات جوة واذا اعدكم اي سؤال تركوا لي بخانة التعليقات راح اجاوبكم عليه وسووا للايك اذا اعجبكم الفيديو والتقيكم في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة